اشتركوا في القناة ممن لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم والذي يأتي في إطار اهتمام جلالته حفظه الله ورعاه بأبناء البحرين وضمان حصولهم على أفضل رعاية والخدمات في الداخل والخارج مشيدا المجلس بالتقدير الملكي السامي للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والذي يعد باعثا ومحفزا نحو مزيد من البذل والعطاء وتقديم الرعاية المطلوبة لأبناء البحرين أينما كانوا حيث جاء ذلك في معرضي اطلاع المجلس على التقرير الذي قدمته سعادة وزيرة الصحة بشأن التعامل مع مختلف المستجدات الصحية بما فيها جهود التصدي لفيروس كورونا والجهوزية على مستوى المرافق والأجهزة الطبية بالشكل الذي يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية في مختلف طروف وقد كلف المجلس وزارتي الصحة والخارجية بالتنسيق مع الدول التي يقيم فيها المواطنون بالخارج والحصول على الموافقة اللازمة منها بحسب أنظمتها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ ثم نوه المجلس بالروح المسؤولة والاستجابة العالية التي أبداها الجميع مع القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 وما تحقق من نتائج طيبة على صعيد الحد من انتشار فيروس كورونا وتسطيح منحنى الحالات القائمة الأمر الذي يتطلب معه مزيدا من الالتزام لتحقيق النتائج المرجوة مؤكدا أن التقيد بالإجراءات الاحترازية ومبادرة مختلف الفئات بأخذ التطعيم سيعزز حصانة المجتمع ويدعم الجهود الاستثنائية التي تبدلها الكوادر الطبية والتمريضية والعملين في صفوف الأمامية والجهات المساندة وفي سياق متصل أكد المجلس مواصلة مملكة البحرين تعزيز إسهامها الفاعل ضمن الجهود الدولية في التصدي لفيروس كورونا مبينا أن إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصنيع وتوزيع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا بالبحرين بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية يأتي كجزء من مساهمة المملكة في التعاون الدولي للتصدي للجائحة معربان المجلس عن الشكر والتقدير لجمهورية روسيا على ما أبدته من تعاون في هذا الجانب ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث استعرض الموضوعات التالية أولا مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة ثانيا مذكرة لجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن مشروع قرار لتنظيم التعامل مع بعض القبايا ذات الأبعاد المالية التي يشترك فيها أطراف خارج النطاق المحلي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين في هذا الجانب ثالثا مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن المشاريع والبرامج التي تنفذها هيئة الكهرباء والماء ضمن برنامج الحكومة 2019-2022 والتي أظهرت تنفيذ 78% من هذه البشاريع كما تضمنت المذكرة خطط الهيئة ومشاريعها المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء والتي ستلبي متطلبات المملكة من الطاقة للمشاريع الإسكانية والتنموية والاستثمارية حتى عام 2027 بالإضافة إلى ستة مشاريع لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وأربعة مشاريع لإنشاء شبكة نقل الكهرباء وتطوير شبكات نقل الكهرباء والمياه واستعرضت المذكرة كذلك ما تم بشأن نظام الفوترة الجديد للهيئة والذي تم الشروع فيه في ديسمبر 2020 واستعدادات الهيئة لفصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الطاقة بعدها وافق المجلس على المذكرات التالية أولا مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون البالية والاقتصادية والتوازن البالي بشأن مساهمة مملكة البحرين في عدد من المنظمات الدولية بما يدعم خبرات المملكة ويعززها في مختلف البجلات ومنها دعم الاستراتيجيات البيئية وتطوير البرامج التدريبية ثانيا مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية بشأن ردود الحكومة على ثمانية اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر